السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمو أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجعيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أعل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يعب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماعكم ورماعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحلم عليكم صيد البل ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلعون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا كافرين ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حذر أحدكم الموت عين الوصية حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين فإن عثر على أنهم استعقا إثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استعق عليهم الأوليان الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أعق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك تعلام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورة والإنجيل وإذ تخلق من الضين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عن كيذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجريم تعتلى نهر الخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك الثماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضى جعل ظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مثمن عيده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الله كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا سماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهر تجري منه تحت فالكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوناً آخرين ولو نزلنا عليك كتاباً في قطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم لك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون كنثيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل من مان في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ملوك أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشيكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلوا ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين شرقوا وإن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين وانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يسمع إليك واجعلنا على قلوبهم كنتنا يفقهوا في آدانهم وقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلونك يقولوا الذين كفروا إن هذا إلا ساطر الأولين وهم ينهون عنه وأنهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل فدا لهم ما كانوا يفترون من قبل ولردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إنه إلا عياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وردنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسروا الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتتهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعبوا وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجعدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى تنصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك يراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا بكموا في الظلمات من يشاء إلاه يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المثاقين قل أرأتكم إن آتاكم عذاب الله أواتتكم الثهات وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنثون ما تشكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبساء والضراء لعلهم يتدرعون فلولا إذ جاءهم بسنا تدرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتهنا عنه مبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلع فلا قوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمصهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم مني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وانذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصرع فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عدي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عدي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وإن ده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعتكم فيه لقضاء جل المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء عدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم أو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا وخفيا لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعت عليكم عذابا من فوقكم أو من تعت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعضك انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في عديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين اتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دين عبا ولهوا وغرتهم العيات الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من عميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض عيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وهمرنا لنسلم رب العالمين ونقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تعشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالعق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو العكيم الخبير وإذ قال إبراهيم اليابي هازرة تتخذ أصنابا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلقال لا أعب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلقال لئن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يقومني بريء مما تشكون إني وجهت وجه للذي فطل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به لا يشاء ربي شيئا وسعى ربي كل شيء علمى فلا تتذكرون وكيف أخاف ما شكتم ولا تخافون أنكم شكتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم موتدون وتلك عجة ناتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عكيم عليم ووهبنا له إفعقا يقوب كلا هدينا ونوعا هدينا من قبل ومن ذريته داودا سليمان ويوبا ويصفا ومسوار وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والساويون فولوطا وكلا فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبينهم وهديناهم إلى صراطهم مستقيم ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبي طعنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب الحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين أهدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه هجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قلاطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل الله ثم ذرهم في خاضهم لعب وهذا كتاب أنزل له مبارك مصدق الذي بين يده ولتنذرهم القرى ومنعو لها والذين يؤمنون بالأخذ يؤمنون به وهم على صلاة يعافلون ومن نظر ممن افتر على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يعايله شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا ونبما كنتم تقولون على الله غير العقل وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوالناكم وراء ظهوركم ومن رامعكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطى بينكم وضل عنكم كما كنتم تزعمون إن الله فالق العب والنوا يخرجوا العي من الميت ومخرجوا الميت من العي ذلك من الله فأنا تؤفكون فالقوا الإصباح فاجعل الليلة سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واعدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي ينزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نقج منه عبا متراكبا ومن النقل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون الرومان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك ناية لقوم يؤمن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنينا وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصدفون بديع سماوات رب أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيل قد جاكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بعفير وكذلك نصرف الآيات وليقول درس ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أحيى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعظ عن المشكل ولو شاء الله ما شك وما جعلناك عليهم عفيرا وما أنت عليهم بوكل ولا تسبوا الذين دعون من دون الله فسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أعملهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جاه دائما له لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشهركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريانهم يعمهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة